أسعد الله أوقاتكم بثلاث خمسة من كل سنة أعلنت اليونسكو اليوم العالمي لحرية الصحافة ومع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الدراسات المستقلة فقدت وسائل الإعلام الرسمي مكانتها وكشف حجم الهوة الكبيرة بينها وبين الواقع وبهاي المناسبة أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنة والعشرين الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة واللي بيتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة طبعا للأسف حلت الدول العربية بمراكز مخجلة جدا وتراجعت أغلب الدول العربية بسبب القيود والممارسات التشريعية والتضييق على العمل الصحفي وللأسف أيضا سجل في بعض الدول العربية جرائم تعذيب وتغييب قصري للصحفيين وعشان نعرف وين إحنا من العالم جبنا لكم ترتيب أغلب الدول العربية حسب التصنيف العالمي لحرية الصحافة فمثلا حلت الجزائر بالمرتبة 136 وحلت المغرب بالمرتبة 135 واحتلت ليبيا المركز 143 بينما حلت السودان 151 وسوريا في المركز 171 أما الكويت اللي كنا متأملين فيها فتراجعت من المرتبة 105 للمرتبة 158 طبعا هسا بيطلع لنا واحد يقول يا أخي أبالدك وين من هالحكي بنقول له يا أخوي إحنا غير تراجعت ترتيب الأردني هذا العام في التصنيف السنوي بشأن حرية الصحافة في العالم الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود إذن خفضت مرتبة المملكة من المرتبة 28% إلى المرتبة 29% لا أكيد في شي غلط ضمن أسوأ 11 دولة في القرى العرضية وللأسف عشان تظل أخبارنا محصورة بغادرة وعادة ووصلة وأشادة وافتتحة وأغلقة قاعدين من التعامل مع الصحفي كمجرم مدام هناك عقوبة جزائية ومدام القضايا الإعلامية تنظر من قبل المحاكم الجزائية أعتقد أنها ستبقى سيف على رقاب الصحفيين وعلى حرية الرأي والتعبير وبدل منطور العمل الإعلامي والصحفي قاعدين بنسكر قنوات ومنفتح محاكم ومنحبس الإعلاميين والصحفيين والذي بيسأل ليش ما عندنا إعلام حقيقي وصحافة حرة بنقول له الخوف تراكم التشريعات عندنا قانون مكافحة الإرهاب يتعلق بالنشر والجرامة الإلكترونية وكثير من التشريعات وسلم لي على الحرية قبل يومين صرحت وزيرة الاستثمار خلود الثقاف أن الحديث المستمر عن الفساد يعيقي الاستثمار لغاية هون الكلام حلو وحلو كثير بس يا معالي الوزيرة لما يكون إنه فساد مش عيب نحكي عنه ونعترف فيه هذا مرض ولازم نعالجه ومش نخبيه والفساد حقيقة ما لازم ننكرها ولا ليش المستثمرين مش راضين يستثمروا وكل يومين منسمع أنه مستثمر فل من هالبلد ترى الفساد صار حتى أولاد المدارس يحقوا فيه لما المستثمر بالدول الثانية يطلع رخصته بربع ساعة وأحيانا إلكترونيا وهو قاعد الكرسي وعنا يفرغ عشرين واحد من قرائب وصحابه وهم يركضوا بين الوزرات والدوائر الحكومية عشان ختم هذا مش فساد لما نكون إحنا البلد الأعلى عالميا بنسب الضرائب وغلاء المعيشة مقارنة بدول عربية وعالمية طب هذا مش فساد لما يفوت المستثمر على دائرة فيها خمسين موظف وكل واحد يزدت معاملته على الثاني ويحكي له هاي مش عندي هذا مش فساد لما المسؤول يطلب من المستثمر يوظف له خمسة عشر واحد من قرائبه عنده هذا مش فساد طب لما تشجعوه يركب طاقة شمسية وبعت الدفعه الصعصعين هذا مش فساد ولما نحط كل هاي العوائق بوجه المستثمر وما نخلي قدامه إلا خيار واحد إنه يهرب من هالبلد طب هذا مش فساد وبرضه لما نفوت على مطعم نلاقي فيه العمال الأجنبية ثمانين بالمية برضه هذا مش فساد طب لما يكون إنا مليون عامل وافد وقبالهم مليون أردني عاطل عن العمل هذا مش فساد طب لما كل عطاءات الحكومة يخذوها مسؤولين ونواب هذا مش فساد ترى إذا بدنا نسولف عن الفساد بدنا أسبوعين ما بنخلص وهون منسأل لما ننكر وجود الفساد هذا نفسه مش فساد وسلامتكم مبارح حكى معي صديق من لبنان لبناني بس أمه أردنية من الزرقة حكالي يا أخي كثير بس مع كلمة خاوة من الأردنيين شو يعني خاوة سألتني أشتسال حكالي لما أمي تطلب مني أروح أشتري لهذا شي مرات بطل إلى حج أني تعبان أو نعسان أو بدي أطلع مشوار مع أصحابي بتمسك للمكنسة وبتحكي لي بدك تطلع خاوة وغصب عن اللي خلبك يا أخي غصب عن اللي خلفني فاهمها بس خاوة شو معناها سألت أكثر من مرة شو يعني خاوة مرضي تفهمني هي كلمة خاوة عاطلة ولا منيحة حكيت لو بدك الصحيح والله عاطلة عاطلة كثير لكن ابشر رح أشرح لك إياها بالتفصيل الخاوة يا صاحبي أنه يكون في بلدك غاز مثلا لكن ممنوع تستخرجه أو تعترف فيه لأنه مطلوب أنك تشتريه من جماعة شلومه خاوة وغصب عنك الخاوة يا صديقي أنه بلدك تكون من أفقر أربع دول بالمي بالآلم أو بالكون كله ومع ذلك ممنوع نبني سدود أو نستخرج مياهنا الجوفية عشان برضو نرجع نشتريها من جماعة شلومه خاوة وغصب عنك الخاوة يا صديقي أنه كل دول الكرة الأرضية طلي عندها غاز ونفط إلا بلدنا سبحان الله بيعتبروا الغاز عار وما بصير نحكي فيه عشان برضو نرجع نشتريه من جماعة شلومه خاوة وغصب عن شاربنا الخاوة يا صديقي أنه يكون أطباء الأردن مثلا من خيرة أطباء العالم بس أطفالنا قاعدين بيموتوا بالزايد الدودية أو لأنه ما معهم كتاب عفا أو ما في سرير يضبهم بمستشفى ويمكن ويا خوفي عشان نصير نتعالج عند جماعة شلومه خاوة وغصب عن شاربنا الخاوة يا صديقي أنه كل يوم تشوف الفساد والفاسدين وتشوف انهيار المؤسسات الصحية والخدمية وإذا سألت يحكو لك طيب مش هي في الأمن والأمان اسكت أو بنحط الشسم بثمك وإذا قلت ما بدي أسكت بيحكو لك بنسكتك خاوة الخاوة يا صديقي نفس غصب عن اللي خلفك باللبنانية بس هاي بالأردنية فهمت شو يعني خاوة؟ مبارح رحت على المنطقة الصناعية أصلح السيارة وبعد ما لفيت نص عمان لقيت زميل قديم كان يشتغل عنا سائق بهالشركة وكان أيامها دائما مرتب حاله وكنت درته بتلمع لمهة كنت ظل أحكي له والله يا زعيم مش عارف كيف راتبك مكفيك أواعي وكنادر طبعا جوابه جاهز اللبس لازم يناسب طبيعة الشغل ولأنه الشاب كان توجيهي ناجح الشركة حطته بمسمى علاقات عامة مش سائق استقال الشاب قبل عشرين سنة وانقطعت اخباره وكل اللي وصلنا عنه أنه اشترى باص كية عشان يطقق عليه المهم اليوم شفته وإلا هو متبهدل ووضعه مستويل سألته شو قصتك يا رجل شو مالك البينطاصك حكالي بلهجة حزينة يا أخوي جاي من آخر الدنيا مواصلاته متبهدل سألته ليش وين باصك قل لي يا أخوي بتعرف والله يكون دائما أهتم بتغيير الزيت على الموعد أما الكوشوك والبدي فكنت أجازف فيه في أي محل وأحط أي نوع المهم المتهور وبعد هالطفر بطلت ألحك خبز وديزل وغاز وإجارات ومصاريف الدار حتى الباص بطلت أغيره زيت لما إيجا يوم المصيبة هون سالت من عينه دمعة قطعت قلبي ولك شو صاير معك؟ الرجل مزح دمعته بطرف قميصه وقال لي عظ المتور هون سكتنا إحنا الجوز هو حزين وأنا مش فاهم شو يعني عظ المتور وبحق الزمالة القديمة الرجل فتح قلبه وصار يحكي لي عن أوضاعه وأنا بصراحة بهز براسي لكن فعليا أنا مشغول شو يعني المتور عظ وكيف بعظ وعظ مين هالمتور لأني أول مرة أسمع أنه فيه متور بعظ ولما فهمني عظت المتور قلت لحالي هو بس أنت لحالك عظك المتور والله المتور عظنا كلنا من زمان المتور يا أخوي ما كنا أكل ولم خلي لا ديزل ولا كاز ولا بنزين وحتى الحطب ما سلم من شرح المتور الله لا يشبعه ولا يشبع حراثين الصبابات وسلامتكم وبخبر وتعليق الخبر الأول بيقول تساءل واستغرب السيد صالح السرحان رئيس مجلس محافظة المفرق عن تكلفة أربع غرف صفي وضيفت لأحدى المدارس بمحافظة المفرق بتكلفة 220 ألف دينار مستغربا من تلك المبالغ الكبيرة هو صحيح 220 ألف بتقدر تشتري فيهم فيلة على طريق المطار لكن ما بتعرف ممكن يكونوا هذول الغرف بالذات من صممات بالطريقة اليابانية يعني ضد الزلازل وضد الفساد وضد ضد نفسه وانتوا ليس أعلانين مش يمكن هاي صفوف بتقري الأولاد لحالها وبدون معلمين أما الخبر الثاني فبيقول وصف الوزير السابق محمد أبرومان علاقة الحكومات بالشاعب بحفرة انهدام وأشار إلى أن حالة فقدان الثقة بالحكومات تشكلت منذ ما يزيد عن عشر سنوات طبعا هون لابد من الإشارة إلى استطلاع الرأي اللي أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردن وهون نفسنا نشوف دراسة أو استطلاع فيها رضا عن أي حكومة خبير دراسات من إياهم بيقول لك أصلا هاي الدراسات بتكون موجهة والشباب اللي بيشتغلوها ما بيشتغلوا براحتهم يعني بيجيهم تليفون بيقولوا لهم زبطونا فلان بيزبطوه ودقونا بفلان بيدقوه صراحة اللي بيوجههم شكله مش قليل أما الخبر الثالث فهو عن إعلان الحكومة التركية انضمام تركية لمجموعة الدول النووية يعني الجماعة درسوا وتعبوا واشتغلوا وبنوا مفاعلاتهم النووية وخصبوا وآخرها أعلنوا مش كل يومين كان يطلع الخبير النووي تبعهم يقول أنتجنا ثنين كيلو ونص كعك صفراء وأنتجنا وقيتين يورانيوم سمسم ولا طلع وزير النووي تبعهم يقول بدنا نعمل مفاعل عائم في خليج اسطنبول قال عائم قال صحيح إنك عائم على وجهك أما حكمة اليوم فبتقول يحكى أن أحد الولاة في العصر السابق قام بجولة يتفقد بها رائيته فمر بطحونه ورأى حمارا يجر حبلا مربوطا بحجر الرحى والرحى يعني الحجر الدائري اللي كانوا أمهاتنا زمان يطحنوا عليه القمح والعدس وكان الحمار يلف ولف معه الحجر وبهيك كان يطحن الفلاح قمحاته لكن اللي استوقف الوالي إنه شاف برقبة الحمار جرس معلق فاستغرب الوالي وطلب من مرافقيه يجيبوله صاحب الحمار ولما جابوه سألوا الوالي شو قصة الجرس اللي معلق برقبة الحمار قال الفلاح يا مولاي أنا عندي شغل كثير ومش ملحق ومش فاضي أقعد راقب الحمار فقلت بعلق الجرس برقبته وبرو على شغلي ومدام إني بس مع صوت الجرس هيك بعرف إنه الحمار بلف والطحونة بتلف والشغل ماشي هون قال الوالي كلامك مقنع بس افرض إنه الحمار وقف وبطل يلف وصار بس يهز برقبته مش رح تسمع الصوت برضو قال الفلاح أكرمك الله يا سيدي لو خطرت هاي الفكرة ببال حماري ما بتلاقي حمار كان هسه وزير أو مسؤول عن خزينة الدولة ترى اللي بنا نقوله لو عنا عشرين مسؤول بها البلد مثل الفلاح صاحب الحمار كان أمورنا هسه عالي عال ومش بحاجة نحط فوق كل آمل عشرين مسؤول يراقبه والسلام عليكم اشتركوا في القناة